المدرسة الرحالية المدرسة الرحالية هذه لا تفضل بكلمة في الموضوع حول هذه التظاهرة الروحية مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسبعه النشاط الجاري الآن هو يدخل في أطار الأنشطة التي تقوم بها الزاوية الرحالية في مدينة القلعة والمدرسة الرحالية الزاوية هي المدرسة والمدرسة هي الزاوية والنشاط الحالي كالأنشطة التي مرت هي التي تكون متنوعة الآن مخصصة هي لفن المديحي والسماع مع إحياءة طرات الصوفي وبمشاركة كثير من الزاوية على الصعيد الوطني هناك الزاوية الغازية مثلا من ريساني من أزرو من كناس هناك الزاوية من السطات هناك الزاوية الدرقاوية من خلالطة من الأربعة القيام من صالح وغيرها من الزاوية زاوية الرحالية من طابعة الحال الأشراف الرحاليين هنا كلهم هؤلاء يمشتركون في هذا النشاط وكلهم يحاضرون معنا هنا والهدف هو إحياء هذا الترات وترسيخ هذه القيام التي يحاول رجال التصوف أن يرسخها في عقول الناشئة وسعين للتربية على النهج القويم وعلى الأخلاق النبوية الشريفة طبيعة الحال اعتمادا على ما هو مصطر في كتابه والسنة هذا شأنه هذا التأب إن شاء الله سأله سيد الحاج المحمد كان تم توقيع كتاب بدار التقافة يمكن تعطينا صورة مختصرة هذا الكتاب هو شرح للبرضة برضة الإمام البصيري إمام المادحين وهو أحد الشيوخ كانت لهم زوايا أيضا كانوا في القرن الماضي زواية المشورة في فتناسا هذا أحد الشيوخ يسمى محمد بن المعطي السرغيني هو الذي شرحها البرضة وكان هناك مخطوطات حققها الأستاذ أحمد متفكير الذي يتعاطى لهذا الفن هو مشكور وإنجاز الكثير من المؤلفات في هذا الشأن فإكرام له سدعيناه ليكون التوقيع في هذه المناسبة شكرا اليوم عندكم الحفل الختامي إن شاء الله وتوديع الضيوف إن شاء الله إن شاء الله هناك الشيوخ الزوايا والفقراء والموريدون يوحيون هذه الليلة إن شاء الله سلموا العفية حتى يختتم هذا المهرجان إن شاء الله تحيي لكم سيد الحاجة أنكم ما زلتم تحملون مشعل هذه التقافة الروحية بالإقليم والجهة تحيي لكم معنا سيب ستفال غزيوي من الريصاني مليعي الشريفة مرحبا بك في قلعة سراغنة أشني ارتسامة ديالك والإحساس ديالكم أنتم مقد شاركوا في هذا الملتقى السادس اللي المدرسة الرحالية في قلعة سراغنة سيب سيدي سيدنا الرحمن الرحيم أصلا على سيدنا محمدين نشكره السيد المشرف على هذا البرنامج وعلى هذا القناة المقلقة سيدي عبد الله وتنشكروا هاد الناس ديال المدرسة الرحالية على رأسهم سيدي محمد بالبهلول وتنشكروا تقام اللي صهر معا على هاد النشاط وعلى هاد العرس الديني القيم وتنبر كلهم هاد الشيء وتنقول لهم هاد الشيء مبارك سعيد الحمد لله إنه يعني مناسبة قيمة وذات أبعاد وعندها يعني أنشطة قيمة يعني دينية الحمد لله في متناول الزمان والمكان الحمد لله أول مرة كنت شاركوا بسبب نعم سيدي شاركنا عدة مرات غير يعني هذه المرة عندها خصائص ديالها وعندها يعني سيازة ديالها على مرار أخرى الحمد لله إقابتكم كانت مزيدنا الحمد لله اللهم ولكن الحمد اللهم ولكن الحمد تقبلونا أحسن استقبال قيمونا أحسن قيام وجزاهم الله خير عنا وعن الإسلام وعن تصوف وعن أهل تصوف شكرا ومرحبا بك كل مرة لتساوت أرض القرآن مرحبا يزاكم الله خير سعى طيبة وتحياتنا الجميع الناس الريصاني مشاهدي مغربية صحية لكم من قلعة السراغ هذه الربوع المحصنة بكتاب الله سديل الستار على الملتقى السادس للمدرسة الرحالية بقلعة السراغنة والذي ضب العديد من الفعاليات والزوايا الروحية المتواجدة في المغرب مكناس والريصاني والرحامنة سدي رحال والعطاوية وغيرها من الزوايا التي ضلت دائما تحمل هذا المشعل الروحي في هذه الأماكن بهذه الربوع الطيبة عبدالش طيبي مكتب مراكوش أسفي تحيانكم مشاهدي مغربية صحية لكم من قلعة السراغنة هذه الربوع المحصنة بكتاب الله سديل الستار على الملتقى السادس للمدرسة الرحالية بقلعة السراغنة والذي ضب العديد من الفعاليات والزوايا الروحية المتواجدة في المغرب مكناس والريصاني والرحامنة سدي رحال والعطاوية وغيرها من الزوايا التي ضلت دائما تحمل هذا المشعل الروحي في هذه الأماكن بهذه الربوع الطيبة عبدالش طيبي مكتب مراكوش أسفي تحيانكم